يا دكتور ابني عنده سبع شهور ودماغه بتعرق جامد قوي هل العرق ده أثناء النوم يعني وهو نايم ولا هو بيرضع ولا الاتنين ولا بيعرق في ظروف تانية غير النوم والرضاعة بشكل عام فيه كتير من الأطفال في الشهور الأولى من عمرهم شهور الأولى يعني تحت عمر سنة الطفل ده عنده سبع شهور بيكون عندهم عدم انتظام في نشاط الغدد العرقية وده ناتج عن إن فيه مادة في الجسم بتفرز اسمها الأسيتايل كولين دي بتحفز تشغيل الغدد العرقية بس فيه فرق ما بين التعرق أو العرق يعني وفرط التعرق أو فرط العرق خلاص فيه أسباب ما لاش علاقة بالطفل يعني يعني إن الطفل مش زنبه إن هو يعرق زي إيه يعني هو ما فيش حاجة في جسمه بتخليه يعرق زي إيه زي الطفل ده لو دفيان بزيادة يعني الدفء الزائد والحكاة دي بتحصل ممكن أثناء الرضاعة ممكن وحديك الطفل كده ملتصق بيك أو انت حضناء قوي يعرق كمان ما لابس لو تقيه لقوي الأغطية الغطى لو تقيه لقوي لو القوضة حر ارتفاع درجة حرارة القوضة وأنا هنا عايز أقول كلمة مهمة عن خطر إن إحنا نحط الدفيات في القوض أنا عارف الحمد لله جاو دلوقتي يبتدى يتحسن بقى حلو يعني بس قصدي بشكل عام بلاش حكاية إن إحنا نحط دفاية في القوضة اللي فيها الطفل ولا لحتى اللي إحنا فيها لإن لما بنغير مكان يعني لو الطفل ده إحنا اتنقلنا به من مكان للتاني غير إنها بتزود الحرارة قوي بتخلي الطفل ممكن يعرق هي غلط لإنها بتخلينا ننتقل بقى لمكان تاني أو لو رحنا مكان تاني مفوش دفاية ممكن نعية ملابس الطفل لو مش قطنية لو بنلبس الطفل حاجات بولي إستر دي برضو خطر جداً بتعرق والملابس الثيرمل طالع عمودة برضو كده يقول لك السنة جايب لإبني جاكت ثيرمل اللي هو بيزود الحرارة فكرة الحاجات دي لما اتعملت في بلادها اتعملت في البلاد اللي عندهم جليد وحاجات كده فأنا شاء وهم شطار قوي في تصنيعها مش معنى كده إن إحنا مش شطار بس إحنا شطار في الحاجات اللي إحنا في ظروفنا إحنا ما عندناش جليد وما عندناش كده أنا بتكلم طبعاً لإنه هي فيه أنواع منها مستوردة وغالية جداً وفيه أنواع محلية الصنة المحلية الصنة أنا مش مش بشكك فيها بس الحقيقة بقول إنه تصنيعها ممكن مباش بنفس الجودة لإنه هما بره مضطرين يعملوا كده إن الحرارة بتوصل تحت الصفر وكده فبلاش الحكاية دي لإنه فيه ناس كده يتباهوا يعني وإنهما يجيبوا الأطفال الحاجات دي فيه أسباب تانية برضو للعرق بس خلينا بقى نطلع فاصل ونرجع عشان نتكلم عليها بس بهدوء شوى عشان ما جريش